استهداف سفن الشحن التجاري مستمر وبشكل شبه يومي في البحر الأحمر في هجمات تثير المخاوف من ارتفاع واترة التصعيد العسكري في أحد أهم الممرات المائية في العالم القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم قالت في بيان إن الحوثيين في اليمن استهدفوا بصاروخين باليستيين مضادين للسفن سفينة الحاويات بينيكيو التي ترفع عالم ليبيريا في البحر الأحمر دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف السفينة بينيكيو التي قال إنها أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية وقال إن الصواريخ حققت إصابات مباشرة وإنهم سيواصلون استهداف السفن الأمريكية والتي تقدم دعما لإسرائيل بالممر المائي العالمي ويأتي ذلك بعد ساعات على تصريحات لمتحدث باسم الحكومة اليمنية لوكالة رويترز قال فيها إن أحد عشر شخصا قتلوا وأصيب أربعة عشر آخرون جراء غارات جوية أمريكية وبريطانية استهدفت عدة مواقع للحوثيين في اليمن في حين ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 17 غارة جوية على الأقل استهدفت مدينة الحديدة وعددا من المناطق الساحلية غرب البلاد دون الإشارة لوقيع حسائر بشرية أو مادية وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت في وقت سابق من يوم الأثنين إنها نفذت ضربات جوية استهدفت غواصة مسيرة و 18 صاروخا مضادا للسفن تابعة للحوثيين باليمن كانت تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر